السلام عليكم ورحمة الله جريد فور إن شاء الله تكونوا بأفضل حال اليوم درسنا الجزء الثاني من سورة الإنسان من آية 9 إلى 18 افتحوا معي صفحة 86 أول شيء بل نبدأ نتعرف على الآيات على إيش تتكلم الآيات على إيش تتكلم تتحدث هذه الآيات عن موقف المؤمنين وثقتهم بالله عز وجل وخوفهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة تتحدث عن إيش موقف المؤمنين بنحكي كيف وثقتهم بالله عز وجل وخوفهم من عذاب الله تعالى متى يوم القيامة وما أعد الله تعالى لهم من أصناف النعيم في القنة نحن تكلمنا على بعض النعيم لمن؟ للأبرار من هم قلنا الأبرار قبل ما نبدأ نشرح الآيات من هم الأبرار هذا من الناس المؤمنين اللي حتى ما يأذوش نملة ودائما يتصفوا بيش باللطف والإنسانية دائما يعملوا كل شي يرضي الله تعالى وما أعد الله تعالى لهم من أصناف النعيم في القنة لمن؟ للأبرار من المأكل والمشرب والملبس والخدم الذين يقومون بتلبية مطالبهم في كل ما يشتهون من الطلبات بقرأ الآيات بوضح كل حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم أول آية معانا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بمعنى الأبرار هذه من الناس المؤمنين لما يتصدقوا للناس لما يقدموا صدقة للناس لما تتعاونوا مع الناس ما ينتظروش منهم رد الجميل ما ينتظروش منهم أنه أنا اليوم بعطي له لا بأس شوفوا هنا معانا صورة أيش يقول له لا بأس يعني بيعطي له وأعتني فيهم بساعد الناس وأعتني فيهم بيمكن أنا بيوم من الأيام أحتاجه يساعدنا لكن هذا الكلام خاطئ لازم أي شيء وأي صدقة وأي مساعدة نسويها لمن لأجل الله تعالى من انتظرش الجزاء ولا الشكر من أي حد يعني زي لما يقولوا كده بالعام ينه أي حاجة خير نسوه نرميه بالبحر من انتظرش حد يجيء يردلي الجميل أنا لما أساعد زميلي أنا لما أساعد المحتاج أنا لما أقطع إنسان كبير بالسن بالشارع لما أساعد قيراننا منتظرش منه يقول لي شكرا ولا يردلي الجميل لا أعمل الخير وخلاص أنتظر الأجل والجزاء من 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 الله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا بمعنى كان الأبرار أول حاجة قنا يش يتصدقون ويطعمون مما يحبون يعني زي لما نتكلمنا على هذاك المريض اللي طلب من زوجته اشتهى أكل وراحت تقيبله على العنب وبعدين سمع أحد قاع قل لي خلاص تخريقي يبيله العنب إيش يقول لك يتصدقون مما يحبون هو كان يشتيها بس لما نشاف أحد محتاج أكتر منه أعطاها بنفس هنية الآن هادم الأبرار يخافوا من إيش من يوم الحساب متى يوم الحساب يوم القيامة فهم لما هم الآن بيتصدقوا ويعملوا هذه الأعمال وينتظروا الجزاء من الله تعالى لعل الله يرحمهم ويلطف بهم متى يوم القيامة لما الإنسان يعمل أعمال خير بالدنيا أش ينتظره من الله تعالى إنه يرحمه ويلطف بهم متى يوم القيامة يوم صعب يوم شديد الذي يكثر فيه العبوس أش قلنا هنا يقول لك يوما عبوسا قمطريرة يكثر فيه بو إيش العبوس ناس تكون عابسة من شدة هول ما يرون يوم القيامة نحن عارفين إيش الأهوال السماء تتشقق القبال تتفتت البحر ترجع نار ما عد فيش أرض الناس كلها تطلع من القبور يعني من أهوال يوم القيامة يكون قبقوها الناس كلها إيش عابسة بعدين عندنا إيش فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا بمعنى الله تعالى يطمن الأبرار في الآية يخبرهم أنه سوف يقيهم من شر يوم القيامة أنه اطمنوا يطمن منها الله تعالى من يطمن الأبرار يقول لهم اطمنوا أنا بأقيكم من شر يوم القيامة الذي كانوا يخافون منه الله تعالى طمنهم أنه هذا اليوم القيامة اللي انتم تخافوا فيه اتطمنوا أنا بأقيكم من العذاب يعني بقنبكم من العذاب وستكون وجوهكم مرتاحة ومنيرة واشقال هنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم قالنا الله يقول لهم يوعدهم يخبرهم انه ايش بيبعد عنهم العذاب يوم القيامة ولقاهم نظرة وسرورة وجوههم قال لهم وجوهكم بتكون مرتاحة ومنيرة وقلوب سعيدة ومسرورة وقزاهم بما صبروا قنة وحريرة بمعنى يجزي الله تعالى الابرار بالقنة العظيمة متى؟ يوم القيامة الله تعالى يجزي الابرار ايش؟ يجزيهم بالقنة العظيمة يوم ايش؟ يوم القيامة والتي يلبسون الملابس الناعمة لما نوصف حرير تمام؟ اشقال هنا قنة وحريرة يلبسون ملابس ناعمة حسنة يجزيهم الله بالقنة بسبب الله تعالى يجزيهم هذه الملابس الناعمة بسبب ايش؟ صبرهم فين؟ في الدنيا وصبرهم على الطاعة كانوا ايش؟ يتصدقون مما يحبون ويقوموا يصلوا بالليل وهم في بهم نوم شفتم الناس اللي تقوم تقيم الليل تصلي وتقوم من نص تقوم من النوم علشان بس تصلي هذا الانسان قدم الصلاة على النوم واتحمل التعب والمشقة وصبر على الطاعات وحاول يحارب اي شهوات واي معاصي علشان من؟ علشان يرضي الله تعالى ويفوز في القنة قلنا ايش؟ فذاء هذه الطاعات وصبرهم على المعصي انهم معصوش الله يصبروا عشان يبتعدوا عن المعصي ويمسكو نفسهم من المعاصي وصبرهم على الاذى من الناس واتحملوا اذى من الناس علشان كده بالله تعالى ايش؟ يقول انه هذو من الناس يستحقوا القنة بسبب كل الصبر الذي صبروه بعدين ايش يقول؟ متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة يصف الله تعالى نعيم الابرار في القنة الان يبدأ يوصف الله تعالى هم ايش النعيم اللي بيكون عندهم فين؟ بالقنة النعيم يعني الحاجات الحلوة اللي موجودة في القنة ويقول كيف انه يجلسون فيها يجلسوا في ايش؟ جلسات مريحة نحن يقول ايش؟ على الارائك جلسات مريحة متكئين على السرّة مضللة مضللة يعني ايش؟ في ظلال فوقه وعليها وسائد ناعمة الوسائد بمعنى المخد الناعمة ويجلس للطعام ويكون القولة طيف يقول لك ايش؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة يعني القولة طيف لا بارد ولا حار بعدين ايش يقول لنا بعدين ايش تقول لنا الآية الكريمة ودانية عليهم ضلالها وذللت قطوفها تدليلة بمعنى تكون اشجار القنة قريبة من الابرار الابرار قناها ضمن المؤمنين تمام الذين لا يؤدون حتى النملة ويتصفون بالانسانية بعدين ايش؟ قلنا تكون اشجار القنة قريبة من الابرار مضللة لهم تكون مضللة يعني شفتم الاشجار لما واحد يقلس تحتضل يعني ليتغطي في به ويستطيعون قطف ثمارها الثمار بمعنى لما تكون الفاكهة فوق الشجرة نفسه الثمار هي معنى الفواكه نوع او غالسين او نائمين وهذه الثمار ليس في قطفها او اكلها اي مشقة ما فيش تعب وانت تقطفه او تاخده فلا تحتاج لا تحتاج هذه الثمار الى تقطيع او فصل النواة مش في فواكه معانا في انواع فواكه لازم نخرج النواة حقا من داخله هذه بالقنة ما فيش هذا الشيء سهلة وسلسة من جميع النواة ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا وقواريرا من فضة قدروها تقديرا هنا مكانه يتكلم على النعيم اللي موجود في القنة لمن؟ للأبرار ما زلنا في وصف نعيم الأبرار منهم يجلسون متكئين على اسرتهم المضللة قلنا في عليهم ضلال والوسائد الناعمة المخدة الناعمة مع النسمات القو اللي قلناها لا بارد ولا حر لا شمسا ولا زمهاريرة والثمار اللي تنزل لهم بكل سهولة بعدين يلف عليهم خدم بأواني الطعام الأواني يعني زي اللي نحنا نقول زي الصحون مصنوعة من الفضة وأكواب للشراب وأكواب للشراب تكون شفافة مصنوعة أيضا من الفضة والشراب في هذه الأكواب على قدر ما يريد ويشتهي كل واحد من الأبرار يعني هذه الأكواب اللي في بشراب تكون في بأ يعني أنا مثلا كما بيشبعنا لا زيادة ولا نقصان على قدر الواحد واحتياغه ليس فيها زيادة أو نقصان بعدين إيش قلنا نحنا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا بمعنى ويشربوا الأبرار كذلك أكواب الخمر الممزوجة بالزنجبيل نحنا تكلمنا من قبل بالجزة الأول إنه كانت كافورة اللي هي زي العيون قلنا العيون اللي هي زي كده هذه العيون زي لما قلت لكم منزل زي شكله زي الشلادي سمونا عيون بعدين قلنا كانوا هناك يشربوا الخمر الممزوج بالكافورة بس هنا زنجبيلا بالزنجبيل بمعنى طبعاً الخمر اللي في القنة غير الخمر اللي فين في الدنيا لأنه إيش لا يذهب العقل الخمر اللي في القنة لا يذهب العقل كالخمر اللي في الدنيا كما يحبون إيش قلنا في إيش لما تكلمنا إنه همشي نفا منه الخمر اللي في القنة لا يذهب العقل وغير الذي في الدنيا كما هناك عين من كافورة هناك عيناً أيضاً تسمى سلسبيلا زي ما قلنا هنا سلسبيله شراب لذيذ اللهم إيش العين عرفنا كافتقي شكله الآن معانا المعاني قمطريرا معناته إيش شديد الهول زي لما قالنا إيش الناس العابسين اللي يوم القيامة يخافوا من أهوال يوم القيامة كانوا إيش وقوهم عابسة من شدة الهول أهوال يوم القيامة بعضين إيش قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة نظرة إيش معناته حسناً وقمالاً قالوا إن طمنهم قال لهم إنهم إن شاء الله بتكونوا بالقنة ووقوهكم بتكون إيش مرتاحة حسناً وقميلاً نظرة نظرة حسناً وقمالاً الأرائك قلنا الأسرة مش كونوا على أسرة متكئين والمخد ناعمة زمهريرة معناته إيش برداً شديداً لأن الله تعالى في الآية الكريمة إيش قال لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً زمهريرة زمهريرة بمعنى برد شديد يعني لا يكون فيه برد شديد ولا حر شديد ولحنا تكلمنا على الأشجار قلنا إيش ودانية عليهم ضلالها دانية يعني إيش قريبة قلنا الأشجار تكون قريبة لهم وذللت قطوفها إيش قلنا إنه الأشجار تكون إيش قريبة الأشجار تكون قريبة وسهلة إنه واحد ياخذه سهلت لهم في مارها يتناولونها قائمين قاعدين مبطقعين إيش معنا زي ما قلنا يا واقفين يا جالسين يا نائمين قواريرا أوعية إحنا تكلمنا إنه كيف يقولهم الأكل والشراب قواريرا أوعية راقية لها بياض الفضة قلنا شفافة وصفاء الزقاج قلنا الأكواب مالة شفافة والشراب اللي يكون داخله يكفي يكفي الأبرار هذا الشخص الواحد لا يكون فيه زيادة فيه ولا نقصان أكواب بمعنى قمع كوب وهو إيش الكأس ثلثة بيلا قلنا إيش شراب لذيب بعدين معنا شرح الآيات إن الله تعالى يثيب المؤمنين ويقازيهم على أعمالهم الصالحة بالنعيم الدائم في القنة أي مؤمن كان يطيع الله في الدنيا ويعمل الأعمال اللي الله تعالى أمره في به أش بيقازيه القنة النعيم دائم في القنة كل النعيم اللي الله تكلم عنه سرائر شراب خمار في معانا بعدين يقول لك أهل القنة يعيشون في نعيم ومن هذا النعيم ما يلي الحاجة اللي حكيناها في الآيات شرحناها تكون وجوههم جميلة يظهر عليها إيش؟ السرور يكون لباسهم من الحرير الخالص الناعم تقدم لهم الأسرة المريحة في القنة يقالنا إيش الأسرة؟ أسرير أمخذ ناعمة في ظل عليهم لا يلقون في القنة حرا ولا بردا يؤذيهم يعني لا في حر زيادة ولا برد زيادة تقدم لهم في القنة كل أنواع المأكولات والمشروبات الطيبة أي حاجة الإنسان في القنة بإذن الله أي حاجة في القنة يتمنى أنه يأكل أو يشربه يلاقيها ما فيش حاجة مش موجودة في القنة وأحسن من أي شيء موجود في الدنيا عشان كذا نحن دائما نقول يا ربي قعدنا من أهل القنة بإذن الله طيب بعدين معنا أستفيد من الآيات المؤمن يرجو رحمة الله تعالى ويخشى عقابه نحن دائما زي ما قلناها بما الأبرار يطعمون المسكين وما يمنوش يعني على المسكين ولا ينتظروا منه يعني يشكروا شكر ولا شيء لأنهم يعملوا هذا المن لوقه الله تعالى لأنهم يخافوا من عقاب الله تعالى المؤمن يصبر على ما يلاقيه من الأذى في سبيل الله أي أذى الإنسان يلاقيه في سبيل الله لازم يتحمل الله يجازي المؤمنين يوم القيامة على صبرهم وتحملهم المشاق في سبيل الله علشان إيش يوصلوا بلي إيش للقنة أي مؤمن نحن لما نصبر بالدنيا على التعب وعلى أي حاجة نتحمل المشقة نحن كله بالأخير إيش نشتيه نشتيه ندخل للقنة نشتيه نكون من أهل القنة بإذن الله الله يجعلنا من أهل القنة بعدين معانا هنا أسئلة الدرس تحلوا الأسئلة في الكتاب والواجب كتابة السورة والمعاني في الدفتر والسلام عليكم ورحمة الله